اذا مستمعيننا جعنا معاكم باش نستكملوا الفقرات اديلنا ودابا نضم لنا الاستوديو صانعة المحتوى فوزية العمراني المعروفة بمطبخ فوزية صباح النور فوزية صباح الخير كشين مزيان الحمد لله بي اخليك انتي مكسوفة شوية شوية ضروري حيث اول مرة لا بس اكيد طبعا معانا احنا هنا البيت بيتك ويعني مرحبا بك دائما في اي وقت ايضا نورنا الزوج ديلها سي ابراهيم الهبيش مرحبا بك سي ابراهيم والله يبارك فيك وفرصة سعيدة اننا جينا نشرفكم فد والله شرفتونا شرفتونا والله فوزية طبعا انتي معروفة بصناعة محتوى مهم جدا محتوى هو دا المحتوى الا فلا بتعملي الوصفات والاكلات يا سلام يا سلام كل مرة بتبدع لنا بوصفة جديدة او قديمة بتعمليها بطريقتك معينة ودائما كتورين التركات والحركات يعني في الاكل عشان نعمل بسهولة او الاشياء ربما ما كناش بنعرفها وهي متوفرة عندهم معروفة ولكن ما كناش بنعرفها بداية فوزية يعني طبعا ما شاء الله كيتابعوك اكتر من 250 الف شخص وهذا رقم مش هين انه 250 الف شخص كيتابعوك وبيتابعو الوصفات ديالك يعني هذا شيء يعني ما شاء الله وانتي ما زلتني في بداية المشوار ديالك كلمينا فوزية اكتر عن بدايتك ودخولك لعالم صناعة المحتوى قبل ما بدا بدا بغيت نسلم على مستمعين كبراديو ونقول لهم بروك اواشركم الله يبرك فيك انا كنجوبك فعوتهم يعني كعجبني نطيب اه ندخل لكوزينة ونطبخ صحفي كانت شكرا دية الزوج ديالي هاي 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 حبلي ما انا كعجبك طبخ فديري فيديوهات ونشريهم انا في اللول ما كنش كده عارفة بالليرا كين يعني الناس كنشرووا وصفات ما كنش كنتفرج بتكشي في اللول شحالة دي كان وغيل كنتي فاني حاببتي كان وغيل ممتدأ شحالة دي انا كنهضلك الى اه الفين وعشرة لا لا الفين ويمكن انا بديت في الفين وثمنتاش اه 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 ولكن ما كنش هاد شي معروف بزاف اه اه انا كنشوف وصفات في المنتدايات وغير في الجرائد وكنتبقهم اي 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 صافي بديت والحمدلله القينا اقبال واخا اه كان وحتى وقف اه اه العام كان الظروف صحية اه 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 يعني في دك ساعة كانت القاناة ديالي في يوتيوب في الأوج ديالها يعني اي اي صافي مليت ووقفت عام كما كان عارفه اليوتيوب بلا وقفتي صافي راح لا اي اي يعني اي موقع من الموقع ديالتواصل اجتماعي من اللي ما كيكونش هناك استمرارية في النشر فأكيد طبعا بيكون هناك يعني التفاعل بيال وحتى الجمهور يعني بيرحوا يدوروا على حتى ان يتفرقوا عليه يعني صافي ملي رجعت عاد فكرت ندير هذا انستغرام وبدأ ندير فيديوهات قصيرة صافي ملي رجعت فكرة منين اه اشوف انا ناس من برا ولا ناس منش عارف منين واستلهم منهم فكرة وازود عليها من عندي واعملها بطريقتي يعني فعلا يعني الاستمرارية مهمة في هاد العالم ديالصنعة المحتوى وباش يكون هناك استمرارية خاصة يكون هناك دائما افكار فكيفش فوزية بتحافظي على قدر كافي من الافكار عندك؟ بالنسبة الافكار كان افكار كيكونوا حصرية يعني انا كنفكر فيهم وكان كنحاول ضروري كتجربة طبعا وكان مثلا افكار اللي كتشوفيهم تراند او لا وكتحاولي تدير فيهم غير واحد تعديل صغير وكتبرتاجيهم مثلا كتكون لوصفة ماشي مترجمة كتحاولي تديري تعديلات مثلا كتبدلي فيها واحد شوية وكتديريهم وكانين وصفات كيما قلت لك يكونوا حصريين كتشكري فيهم قالسة مع راسك كتطح لك شي فكرة؟ كتجربيها بعدها؟ تصدق ولا ما تصدق؟ وطبعا سيبراهيم هو لجنة الحكم ديالك؟ درور لله تي تبارك الله عليها زعمارة يعني كنقول لرا كي طبخة مايرا هاي 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 حش هامر را كتبقات كتقول لي الله غاني حباس كنفشل لما نكملش ولكن الحمد لله ناتيق بها وعرف ان تبارك الله يعني عندها واحد لخبرة كبيرة وخزعمها واحد لخبرة اللي سبحان الله ربي يعاطيها لها يعني بالفطرة بالفطرة هي ما شاء الله مهوبة بالفطرة وبزاف ديال طبعا طبعا المغربيات معروفات بالحداقة ديالهم فادك شي ديال الطابخ والوصفات يعني بيكون عندهم في الدم طبخة يعني متعة أنا بنسبة لي يا كين اللي ما كيلقوش فيه متعة ولكن أنا وكي عجبني نجيب أفكار جديدة وبالأخص كي عجبني ندير أفكار اللي كي سهلوا مثلا كيكونوا شي حواج ليهم صعب نتي كتديرهم سهلين الناس كي عجبوهم هذه الأفكار هاته؟ أيوة طبعا اسأليني أنا اسأليني الناس عايزين حكا خفيفة ضريفة وتديكي نتيجة الشغل اللي هو بيشتغلوه يعني هيدخلو غير شوية الكوزينة صافي نعم صحيح فعلا طيب قولينا أفكار من الأفكار يعني الفيديوهات اللي انتي نشرتها كانت فكرة خاصة لي كي انتي اخترعت لها من بالك ولقت رواج عند المتابعين ديالك كسعر في لسان الطير المغربي أيو أيو لسان العصفور في المصر مرمال مو كنديروه بعجينة اللي كنعجنوها يعني كتجي صعيبة لسان الطير اللي هو آخر هدا ديالي الحلويات كتجينا كتجنيها بيبتك وكتلقيها وطيبها وعاد كتلويها وتقليها أنا فكرت اني نديرتك العجينة سائلة كتجير بحل لك خيب آه هاد الفكرة كانت يمكن العام ليفت مهمة ولقات إقبال الحمد لله يعني كتديرهم بحل لك خيب كتخويهم سائلين كتطيب وضغية وكتلويهم يعني ما كتحتاجيش تعجنيه وتمسي آه أوكي أوكي كان فكرة أخراتها هي القات إقبال كبير هي البرجر آه ها كيفاش عملتي البرجر؟ بلستمت تفقيت سكوري لأجينا كذا كتش ديها كتديريها كتديريها شوية خفيفة كتديريها في البوش وكتديري المول ديال الكابكيك آه 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 كتحطيها كي يجو خبيزتها كا بكل سوق وإحنا معذبين نفسنا ووعقا وشي راشة طاغم وآخرا الناس عجبتهم بززاف وجرقوها وعجبتهم الحمد لله نعم ما شاء الله عليكي يعني الأفكار ديالك جميلة جدا وأيضا شفتلك فيديوهات أنتي بدأتي تدخلي في الزراعة شفتك زرعتي شي فلفلة آه كانت أول جريبة بالنسبة ليه وصراحة كان هي كترية حكي ما كتعرفي الزراعة كترتاحي وانتي كتديريها لما بالإنسان بيلمس الأرض سبحان الله في حالي بيرتاح لأنه أصلنا من الأرض والتراب آه آه درت ما شغل في الفلة درت بززاف ديالأنواع ديالفواكيه آه خضر بغيت نقول آه وستقولك؟ آه كان يمكن كان مشكل في الزريعة حيث آه حيث آه الزريعة اللي نجحت هي الزريعة اللي خديتها من 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 خوضر ودرتها آه يعني انتي اللي واخد انتي اللي خرجتيها من الخوضر آه وزريعة اللي ما ضدقتش هي زريعة اللي شريتها آه يعني آه مثلا الخص ما منبتش الفلفلة الحمد لله دبا مؤخرا نقلتها لأنه كنديروهم في ديك كتسمالاتورب مهم ووحد القلاطو غيتو خروج ديك ساعة عمني في الأرض آه غير باش كتنبضغيها هاي ديك ساعة كننقلوها للأرض آه جميل جدا عدرت بزافة يعني هابعتلك بذور الجرجير عارفني الجرجير الجرجير ده معرفه مصر بزاف ما فيش في المغرب جرجير بزافة لك ساعة عفتلك بذور جي لأ لأ هيكون مزيون في سالاد والحاجات دي يعني هو طعمه لا كنتسمع بي آه هو شكله بيشبه السبانخ بس أصغر من السبانخ وطعمه شوية حار يعني يليق على السالاد ويليق على الأكلات يعني اللي بتكون شعبية شوية مش الركة؟ ركة؟ 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 يمكن؟ لا لا هو شبهه أصلي في خضروات خضرة كتير شبه بعض بيبقى فرق بينهم حاجة بسيطة فلا هو مش الركة هنتكلم ده با عن الاستمرارية شوية آآ فوزية لأنه في رمضان هو بيكون متهيألي هو الرواج موسم الرواج لصناع المحتوى اللي بيعملوا الطبخ لأنه كل يوم لازم وصفات جديدة عصائر حاجات سهلة فطور سحور أفكار فقولينا انت إيش حال من فيديو بتنزلي تقريبا في رمضان وكيفش كتحافظي على الاستمرارية أنه كل يوم تنزلي فيديو مع العلم أنه ما شاء الله تبارك الله عندك بنيتا ربنا يخليها لك فعمرها سنتين يعني هذا العمر نحن عارفين إذا إيه صعب يعني صعب أولا بالنسبة لقلتي الرواج يعني في رمضان كما كان عارفو كيكون الرواج في الطبخ يعني الناس كاملي كيقلبوه كيبغيو يجدو في المائدة ديالهم فكيكون الإقبال على الوصفات ديال الطبخ بالنسبة للمداد الصعوبة ديالهم خصوصا ما كيكونوا عندك الوليدات أنا كما كانش الزوج ديالي كيعاوني عليها يعني ما كنت شاديني قطر نكمل يعني صعيب كيبغيو يجيو عندك يبغيو يجيو عندك انتي مشغولة يعني انتي عارفة يعني بلا فيديوهات بلا فيديوز وبتكوني في الكوزينا مشغولة وبتلاقي مشكل مع الأطفال فما بالك عايزة تصوري ومش عايزة صوتي بان وش عايزة يعني حاجة أو كده فبيبقى أصعب وكنت جي مثلا الماطيريال مثلا الإضاءة كمشات تليفون يعني صعيب شوية مع الوليدات ولكن الحمد لله يعني بنسبة لرمضان أنا مشغي في رمضان بلا غير رمضان ديما كنشتر فيديو نهار أه ونهار لا يعني نهار كنصور فيه وكندير فيه المونتاج ونهار كنشتر فيه وكنقلب الأفكار جديدة ولا كنحاول نجرب شي حاجة جديدة يعني كيكون نهار أه ونهار لا بنسبة للفيديو هذا نعم وبالنسبة لسيبراهيم الهبيجي اللي كان بيعود لنا دابا أنهما عائلة يعني كلهم عائلات يوتيوب كل الأفراد العائلة داخلين في السوشال ميديا كلمنا ازاي يعني كده أنت اللي قناعتهم بعدها ولا هما أصلا مقتنعين أولا أنني يعني كان أنا كنت تبديس في اليوتيوب يعني واحد مدة طويلة وكتش كنشوفهم بزع ما تبرك الله را كي طيبهم زيان عندهم واحد الخبرة وخاء مدخلوش المجالي اليوتيوب حيث الناس كيعني كيجربوا وصفات قبل اليوتيوب كنشوفهم يعني كي طيبهم زيان قتلهم ما فيها بس أنكم تنشروا فيديوهات عاونتهم في البداية في التصوير وذيك شي وعاونتهم يعني وريتهم المطاريات اللي قدروا يصوروا بيه بحكم أنني عندي واحد خبرة وحاولت زعما نجلب لهم زعما الأدوات اللي ولنوريهم الأدوات اللي قدروا يستعملوها لف أدوات اللي يستعملوا مثلا في المونتاج ولف تصوير وما كانش عندهم مثال كيفاش يكريوشين كيفاش يدخلوه مع أدسينس والحمد لله يعني قدرت نعاون بذيك شي اللي قد نديروه ونصحتهم الحمد لله دا أنت مصمم كل اللي ييجي نحيتك وبددخله في اليوتيوب طبعا الوليدة ديالك قالت لي فوزية أنه هي تبارك الله عندها القناة ديالها في اليوتيوب أكتر من جوج مليون لا عندي الأخت ديالي الوليدة عندها قل منهم شوية عندي جوج المليون ونص وحدة تقريبا ثلاثة مليون وشي حاجة الوليدة عندي تقريبا عندها واحد ميتينكا وكتنشرتها فيسبوك أو ثانية تقريبا ثلاثة مية بحركة تبارك الله تبارك الله يعني أنت الرابح الوحيد هشوفه من هاد القضية هو الرجال اللي حوالين هاد الستات طبوخي يا حبيبتي أيو فكرة فيديو حلو طبوخي وأرى أنا أكل يعني بيتكون مفيدة يعني هاد المحتوى بيكون مفيد لها بتصبر فيديو أيضا لأهل البيت إنهم مكلين شاربين مفيش أحسن منهم درعي نعم أصلا بلا بلا تصوير كيج منيين طيب يعني أخرى نهارلي ما غادش يكون عندي فيه تصوير ما كيج منيش نبقى جالسة إلا كنت غير جالسة إما حسنين خروج إما ما مقاش جالسة إما نضلكوزينا طيب شي حاجة حد ما عندي ما تسليك الحمد لله طب قولينا يا فوزية يعني كمية الأفكار الكتيرة كيفش كتقدري تجيبي وصفات أو كيفش كتجيلك فكرة إنك تخلطي وصفات أنت تخترعي وصفة جديدة يعني من فين بتجيبي الأفكار وكيفش كتقدري إنك يعني تحصلي على أفكار لتقدميها للمتابعين ديالك تكون جديدة كيقولوا الحاجة أم الاختراع يعني بيك تكون محتاجة شي حاجة كتفكري فيها وملي كتفكري في الفكرة بتجربيها الأول بيدقوها الناس وبيقولوا لك حلو ولا مش حلو وعادك تزعامي على تكون وصفات مجربة وبالنسبة للمقادير خصوة تكون مضبوطة والشرح يكون مفصل وخصوة الصراحة في إنستغرام دقيقة ما كتكفيكش باش في الريل دقيقة ما كتكفيكش باش تشرحي كل شي يعني الإنسان إلا بغي يجرب شي وصفة من الأحسن يدخل الفيديو طويل في يوتيوب ويتفرج مزيان يكون الشرح مفصل فأنا كيعجبني نطيلي ديطاي باش أنت قلتي عندك قناة في اليوتيوب؟ عندي جوج قناوات قديمة وجديدة المهم مني القناة أنت بتعملي الفيديوهات اللي بتنزليها يعني في الريلز في انستغرام بيكون فيها فيديو مفصل في اليوتيوب؟ كنت نزل في تيك توك وفي فيسبوك وحتى في سناب شاب جميل جدا طيب بالنسبة لأنك بتنزلي في هذا المجال ديال الطبخ وعندك متابعين يعني لبأس بهم هل هاد الشيء بيفيدك ماديا يعني كصانعة محتوى ولا لسه موصلتش لهذا المرحلة؟ في القناة القديمة الحمد لله يعني فادني ندخلنا شي فليست الحمد لله اللي كنتي في الأول حيث أنا كنت بدأ يعني بدأوا الفيديوهات كي يطلعوا كين وحد الفيديو طلع عليه في تندرانس يعني لكن كيم أقول لك بعد توقف طاح التفاعل ودابة حاليا يعني انستغرام غير مثل إلا كانت شي كولابوراسيون ولا شي حاجة يعني ما انستغرام كي ما كان عرفه ما فيش ما فيش دخل نعم نعم وبنسبة لدابة الدخل كين في فيسبوك أنا بالنسبة لي دابة فيسبوك كندخل منه شي شي حاجة يعني عملتها في فيسبوك يعني مزين بجميع المنصات تلقوني وفي تيك توك أيضا تيك توك وفي سناب شات وفي سناب شات الجمهور المغربي أكترية بيكون في الانستغرام أو في تيك توك واليوتيوب سناب شات معروف أكتر في الخليج في الخليج آه وبتلاقي وصفاتك استحسان عند الناس من الخليج كينين بعض الوصفات كينين كينين تل مغربة كينين شوية المشاهدين من المغرب لا هما كينين بس أنا بقولك أكترية يعني المعروف يعني أنه السناب شات بيكون أكتر دينا الخليج المغربة أكتر متواجدين في منصات الانستغرام والتيك توك واليوتيوب زي هم زي أكترية فيسبوك وفيسبوك أصلا هو أساس كل حقها الفيسبوك كينك رزوين أنهم عرفتين يشوفوا المحتوي دينا كتلقاها تبارك الله شي وحدين تيسولوا تيقولوا بأنهم تفهموش اللهجات يبغوا نشرحوا لهم شوية الوصفة باللغة العربية كين يقبل عن فبتعملي فيديوهات بتكون مفهومة للجميع كينين شي وحدين ما كيفهموش بحكم أن أنا كن هتروف الزربة شوية في الفيديو ريفية دقيقة ما كيفهموش بعد مرة شي فيديوهات كن حاول ندير لهم التحت الكتابة ولكن بعد مرة كيكون ضيق في الوقت ما كنقدرش أني نكتب التحت إن كل هادرة قلتها تكتبها بلغة العربية التحت هي كتاخد شوية الوقت كما كان عارفورة الوقت صراحة ما كينش فهد ضومين هذا يعني ضومين متعب الناس بيشوفوا فيديو دقيقة بيسحب لهم أنتي عملتي في دقيقة بيسحب الفيديو ده دقيقة موردك الفيديو راه كين كوكن والكواليس كيتنشروه موردك الفيديو دقيقة بيسحب لهم بس أنا أنا من واحدة من الناس بيعجبني يعني أدخل في التكتوك وفي الريلز بتاع الانستجرام بأخذ الوصفات يعني السريعة أي بأخذها في دقيقة وبعملها في ثلاث ساعات بأقعد أعمل هاد الخطوة أقعد فيها بشوية تنسى ليها عاد أشغل الفيديو أشوف الخطوة اللي بعدها يعني بتاخد الوقت بارك الله والتصوير أكثر والتصوير خصوصا إليك تي كتحاولي تدري تصوير من بزاف دياللي بوزيسون عشان المشاهد ما يملش هاي هاديك تايا كتاخد وقت كتير تتخدمي أكتر من كاميرا ولا نفس كاميرا؟ لا نفس غير 3P كندير بزاف يعني واحد هابط واحد في كنحب تليفهم كندير واحد صغير واحد كبير بتسليهم كاملين في مرة؟ يعني ده بقى انت بتعملي الوصفة ديالك من اللي كتكوني كتصوري من بزاف ديالاتيجاهات بتصوري بتليفون واحد ولا بكذا كاميرا؟ تليفون واحد وبتعملي لقطة هنا وبعد انت بدي ليها لقطة هنا ده بيكون أصعب أصعب وكي ياخد وقت كثير أيو 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 ربنا معاك إن شاء الله طيب في الدومين ديال الصناعة المحتوى بالنسبة للطبخ في المغرب طبعا هناك منافسة شريثة بزاف وهذا المنافسة يعني احنا بيشو بعض الناس صناع المحتوى بيكونوا مزيانين ويحبين بعضهم بيدعموا بعض ويساعدوا بعض أنت عندك أصدقاء من صناع المحتوى في هذا المجال ولا كل واحد في حاله؟ ماشي يعني غيك نعرفهم ماشي أصدقائهم كي يكونوا هكا بنتنا تعالي نعم يعني بياتكم تواصل على السوشيال ميديا نعلم بعضياتنا ولكن مش يزع مشي كونتاكت ديريكت وبنسبة لك كي ما قلت لك كينا وصفة للا فاطيمة وقناة وصفاتي هذو يعني من العائلة هم اللي عندهم للا فاطيمة وقناة وصفاتي 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 أنت قناتك شنو اسمها في المطبخ فوزية برضو نعم طيب شكن هما آخرين يعني اللي انت بتتبعيهم من غير للا فاطيمة ووصفاتي كيعجبوكي وصنع محتوى وكيعجبوكي كينا حليمة الفيلالي نعم دي هاي اللي معلميني دي كينا عابير قباج دي هي كي يعجبوني الوصفات ديالا أمم كسعفية لعابير قباج لا لسا مش فتهاش عابير قباج كتدير وصفات يعني وصفات سريعة كمان؟ مغربية لما شي وصفات سريعة وصفات مغربية على حق الطريقة انا انا تعلمت احمل الاكل المغربي من القناة بتاع حليمة الفلالي يعني هي بتعمل الحاجات الصعبة بتعملها بشوية فقدرت افهم معاها كيفاش اقدر اطلع اكل مزيد بالنسبة لنا هي المرجع اللول هي الصندر تحية طبعا لحليمة الفلالي يعني يعني كتعتبر اكبر رسانعة محتوى في مجال الطبخ لانه بيتابعها اكتر من خمسة مليون متابع ايوة لان عندها بزاف ديال الناس من المغرب ومن كل انحاء العالم تحية لها طبعا كمليلنا يعني عن الوصفات والناس اللي بتتابعيهم في السوشيال ميديا اه كينين ما عرفتش وش معروفين بزاف ولا اه اوليهم يعني حتى لو نعرفهم انستغرام اه اه كنت ببع مريم اه تيسكنيتها مريم شي حاجة بتعمل برضو الطبخ اه انتي كل انستغرام عندك طبخ ما فيش حد بيعمل حق غير الطبخ لا كينين كنتابع الناس مشهورين كاملين يعني فنانة جميل مجالات لا اصناع محتوى صناع محتوى وهما يعني اغلبية طبخ اغلبية طبخ مزيان مزيان تبركد لعليكي وبتتبعيهم من جميع انتدواتي قلت سيلي بس الناس الموجودين في المغرب ما بتتبعيش ناس خارج المغرب ومجرتيش تعملي شي اكل يعني خارج الوصفات المغربية لا اكلها مثلا مصرية اكلها خليجية لا اكلها سورية لبنانية كيجموني الوصفات المغربية ونعود نديرهم وكيجمني نعود نطيبهم بطارقتي الوصفات المغربية ايوة دائما معتزة بالوصفات طبعا احنا طبعا كلها معتزين بالوصفات المغربية والمطبخ المغربي معروف من احسن المطابق حبل العالم كيكونوا وصفات بعد مرة كيكونوا تركيين اكتر مطبخة شوية كان هو مطبخ تركي يعني وصفات تركية كنديرهم خصوصاً أنك يجبني ذلك المخللات ديالهم آآ أوكي إلا شفتي في الصفحة ديالي غادلقي عندي بزاف ديال المخللات فكيجبني المخللات ديالهم كنجربهم هذو كنجربهم ديال التركيين وعجبوكي آآ ضروري كيجبوني زويا هو التركي تقريباً المطبخ التركي يعني في بزاف من المطبخ السوري والشامي يعني كيشبهم بعضياتهم بزاف نعم إحنا جد سعداء بوجودك معانا فوزية أنا أسعد آآ ونورتونا أنت والزوج ديالك إبراهيم الهبيج اللي واضح جداً أنه هو ما شاء الله قل أعوذ برب الفلق أنه داعم للزوجة دياله وهو اللي بيديكي الطاقة وبيديكي المساعدة باش تستمري في المحتوى ديالك ربنا يحفظكم لبعض شكراً إن شاء الله تقلقي أكتر وأكتر وتزدهر الفيديوهات ديالك ونشوفوها في التندس دائماً إن شاء الله شكراً ربي خليك شكراً لك إبراهيم أيضاً شكراً مبارك الله فيك شكراً تحياتنا أيضاً لأم ديالكم والأخت ديالكم كنتوا قبتوهم همما كمان نسألهم ونشوف إن شاء الله أكيد جد سعداء بتوجدكم معنا إن شاء الله يعني تكون الوصفات ديالك كلها جميلة وناجحة وتوصل للعالمية على جلة شكراً أيضاً سي إبراهيم مل هبايج مستمعين شكراً لكم أنتم أيضاً على الاستماع لحلقتنا لليوم شكراً فاطمة الزهرة وعجو نتلقوا إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى شكراً جزيلاً رمضان كريم شكراً جزيلاً